بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام لأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين الأظهر يقرر إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحسي لكل مادة جاء ذلك في إطار قرر الشيخ صالح عبدالس وكيل الأظهر الآتي الاكتفاء بتقديم مشروع بحسي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقرارات الفصل الدراس الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية يتم تقسيم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأظهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس نفس النظام بالضبط بالنسبة للتربية والتعليم وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأظهر الإلكترونية في موعد أقصى يوم لـ 32 مارس ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحسي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية استكمال ما لم يستطيع الطالب استكماله أو تحصيله من نواتك التعلم هتبقى مقررة ضمن الفصل الدراس الثاني العام المقبل ها هيضفوها يعني نفس نظام التربية والتعليم بالضبط يبقى كده الأظهر حسم الموضوع بالنسبة للشهادة الإعدادية وطبعا يسري عليهم ما يسري في التربية والتعليم وكذلك البعثات الإسلامية وأبناءنا في الخارج وكل دول يمشي عليهم نفس القواعد هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته